أخاف أين يأبونهم بأمور أخذتم مغافرون مشاهدين الكرام بالجدد التحية على حضراتكم موجودين من داخل منزل سلطان الكراء الشيخ سيد سعيد وللمرة التانية بيهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحالة الشيخ سيد سعيد ويبعد سيارة طبية مجهزة تنقل الشيخ سيد للفحص الطب مرة أخرى خلال الأيام السابقة برحب أحضرتك يا شيخ سيد وبقولك ألف سلامة وكل متابعة اليوم السابع ببعاته لحضرتك مليون سلامة على صحتك ربنا يسلمك وسلمهم وكل سوء ربنا يقدم عليك الصحة رب احكي لنا بقى يعني المرة الأولى مصر كلها عرفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بحالة حضرتك ولكن للمرة التانية بنتفاجئ أن تصل سيارة طبية مجهزة لنقل الشيخ سيد للفحص الطب مرة أخرى احكي لنا التفاصيل بقى التفاصيل أنا معرفاش زيك زيك احنا ما اللي عرفته هو اللي باعي اتكلم معه اتكلم معه اتكلم معه اتكلم معه اتكلم معه في المرتين واكله غارة اولي كانت تتكلم معاه يعني اتكلم معه اتكلم معه الحمد لله شكر الله يا ربنا ربنا يبارك فيه ورحميه ربنا يديم عليك الصحة يا رب احساسك ايه بقى باهتمام الرئيس عفتاح السيسي بشخصك يعني هو بشخص مهتم ومتابع دايما للشيخ سيد اتكلم مع الله ونعمة بالله اما الكل راضي مش فاضي حتى لنفسك وافتكر واحد زي حالات غربان يخذ ودي المعنى ومش مرة واحدة وخلص دا متابعة دايما وبعد حيبق فيه متوعات ان شاء الله لا اتكلم عليك الصحة قل لي بقى يعني ما السيارة الاسعاف وصلت هنا عند البيت ولقيت الناس جمه قالوا لك ايه او ايه الحديث اللي ضار بينكم ما حديث حباش غير داي احنا رحيم مع عد مصر الرئيس بقى كزا بس بش اكتوم سيد انت بتقول دا تكرم من الله عز وجل ان شخص زي سيد الرئيس عنده مئة مليون مواطن وعنده يعني اشغالات كتير ولكن مركز مع الشيخ سيد سعيد مركز او طبعا مع القرآن مش سيد سيد القرآن ده اهل القرآن اي opera اما الاية قل لي بقى يعني ربنا يا ديم عليك الصحة الناس بقى دايما بيوحشهم الشيخ سيد سعيد عايزين يشوفوا الشيخ سيد سعيد الناس بتسعاد لديه حب ربنا كل ربنا بحبه نحب فيه خلقه خانب ربنا بحبه نحب فيه لان قرأت القرآن ليه القرآن قرأت القرآن ليه القرآن مش لفلوث ولا ولا بغني ولا بقرأ قرآن اللي يقدر ربولي فربولي أقضاني الحمد لله وما جايبه حلوة الحمد لله شكر الله أنا راضي الحمد لله على كل حال كلمني بقى عن مسارتك أنت بدأت القرآن تقرأ في الماتة منت يمكن أصغر واحد تقرأ في الماتة نبزة سريعة بقى عن الشيخ سيد وحياته بدأ القرآن إزاي؟ أنا بدأت القرآن هنا في القرية في الكتاب سنين سبع سنين كنت مخلص القرآن ماشاء الله وكانوا في الكتاب يمتحنونا في الأصوات فطلع تاني فلتة من فلتات الحمد لله سنة صغير سنة صغير ففيه شكر بلد كده جب مننا هنا اسمه شكر نريك جديد كانوا عم نلمولد أن حضرت النبي كده الجامعة فجي واحد مننا أمو خدمي وروحت قريت في المولد بدوني روبها جنيه ده أول مر روبها جنيه ده خيمة خيمة وبعد أسبوع خدوني برضو بدوني خمسين قرش ومشت العملية على كده خمسين جنيه جنيه ونصف كنين ثلاثة يعني مشت على كده الحمد لله يا مكنش يوصينا ثم ربنا كده فجأة العملية بقنا من قلب ونصف البلد إيه يا شيخ سيد أن الربع جنيه والخمسين قرش دول انت كونت منهم مبلغ واشترده أرض 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 الفتان كان بتعمل بجنين جنيه زمان ده كان إمت فيها فيها بشكل أولاً رحمك التام افرشال allen هبتين جنيه أول ثلاثة جنيه أول ماطن يوم أطول يعمل كده ومشارعة أرض الحمد لله شكرً الله ربنا ده ما عليكش تصح يا شيخ سيد والله بقى أرسل بقى الجمهورك في مصر والوطن العربي اللي دايماً بيسألوا ع الشيخ سيد تحب أن تقول لهم إيه؟ اقول لهم كل سنة أمتم طيبين وعاد عليكم الأيام بخير جميعاً وأنا بخير وراضي بناعمة ربنا والمهم الدعوات تكون ماشا لله